هل بتشوفي ان الدراما والسينما هدفهم التسلية بس ولا فعلا ليهم رسالة اكبر من كده؟ لا طبعا السينما شيء مؤثر يعني عايز اقولك على حاجة ممكن السينما تهد نظام بحاله يعني لما تعمل فيلم الكارنك كان القصد بيه ان هما يشويهوا عصر عبد الناصر ومقود الوقت فيه فيلم نزل من الامارات لو سمعتي يعني حط سلبيات كتيرة في المجتمع السعودي واللي كان بيمثلوه ناس هنود يعني عايز اقولك الانتاج اماراتي والتمثيل ناس من الهند ومع ذلك شوفيك قلب نظام جامد في احدى الدول العربية فالسينما مؤثرة طبعا بتشوفي ايه الافلام والمسلسلات اللي اتعملت وكانت بتدعم فعلا قضية المرأة بسي قبل ما نتكلم يعني سؤال حضرتك حلو بس قبل ما نتكلم في كده مش بس نتكلم عن النجمات لازم نتكلم على المنتجات يعني اسيا ومجدى الصباحي ومديحة يسري دول كانوا صانعات للسينما يعني هما كستات انتجوا للسينما شوفي من كم سنة دول ما نقدرش ان احنا نخفلهم كسيدات صانعات للسينما في عندك في الكاتبات عندك حسن شاه وعندك كوسر هيكل وعندك نهاد يعني اسماء كتيرة كويس السينما اختلفت مراحلها يعني زمان كان الموضوع يتلخص بالنسبة للمرأة ان هي البطل بيحب البطلة وفي الاخر هو فقير او هي فقيرة والتاني غني وفي الاخر يتجوزوا كانت دي الافلام القديمة لو تشوفتها بتاعت الابيض والاسود وكان اكبر عنوان لده الفيلم اللي كانت فيه مريم فخر الدين مع صلاح ذو الفقار وهي بنت الباشا وهو الظابط من الناس اللي بتخدم فازاي الظابط يتجوز من بنت الباشا بس فترة الستينات كانت برضو فترة مهمة لان هي كانت بداية حركات التحرير فسينما برضو ساعدت في ده صح بعد المرحلة دي دي كانت مرحلة قديمة اللي هي فكرة اللي انا قلته لحضرتك بعد كده هوت جات الفترة اللي فيها بينادوا بتحرر المرأة فعملوا افلام كوميدية زي الاستاذة فاطمة اللي هي الستة المحامية اللي عايزة تفتح مكتب للمحامية وتنافس جزها في الشغل وازاي تنتصر عليه وبعدين في الاخر هو يتسجن في قضية فهي اللي تدافع عنه وهي اللي تخرجوه بس تحطوا نهاية الفيلم في ايه ان الستة مكانها البيت مش الشغل كالعادة 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 وبعدين بعد كده هوت ظهرت بقى الفترة اللي حضرتك بتكلمي عنها اللي هي المرأة تتحرر ابتدت بلوبنا عبدالعزيز في الفيلم اللي عملته من من احسان عبدالقدوس اللي كتبه اسمه انا حرة اللي هي كانت متمردة على اوضاع المجتمع ورفض المجتمع بعد كده بتنضج وتعرف ان الحرية مسئولية ظهرت مثلا افلام زي اللي هي فكرة التحرر اللي حضرتك بتقوليها بتاعت صلاح ذو الفقار والشادية في مراتي مديرة عام ايو ازاي الستة تبقى كزا وتبقى هي مديرة على جزها وفي الاخر فهي مرت بالمراحل دي كلها